في مسنة إمام أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود زيادة على حديث أبي هريرة الذي قال في بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من الغرباء قال النزاع من القبائل النزاع يعني الأفراد من القبائل وهذا حال أهل الإسلام في أول ظهوره أنهم أفراد قلائل في من اتبع النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وجاء في ما رواه الأجري بإسناد الله بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من هم الغرباء قال الذين يصلحون إذا فسد الناس أو الذين يصلحون إذا فسد الناس يصلحون في ذواتهم ويصلحون غيرهم ويشهد لهذا المعنى ما جاء في جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند الطبع أحمد والطبراني أنه لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الغرباء فقيل له من الغرباء قال قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر من من يطيعهم وهنا وصف زائد على الأوصاف السابقة بالنظر إلى قلة هؤلاء في العدل وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وظهور الإسلام والسنة وعدم ذلك ولكن لا تزال طائفة من أمة الإسلام من أهل الحق من أهل السنة والجماعة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح على مر العصور لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يضر من خذرهم ولا من خالفهم حتى يأتي أم الله وهم على ذلك وهذا كما أنه بشارة لهذه الأمة ببقاء عزها وحفظ أصولها على مر العصور وكر الدهور إلا أنه أيضا تحث ندب لأهل الإسلام أن يكونوا من هذه الفئة التي تقوم بالحق وتعمل بها سأل الله أن يجعلنا ممن يقوم بالحق ويدعو إليه على بصيرة ونجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطل